اهلا بكم عزيزي الشباب في كل مكان وحلقة جديدة وبرنامجكم شباب على الهوى حلقتنا النهاردة اخترنا ان احنا نقدم فيها نموذجين من الشباب نموذجين ناجحين نموذج الاول هو نموذج فني ازاي الشاب يقدر يكتشف موهبته وازاي يقدر ينميها موهبة فنية خالصة هنتعرف عليها وازاي ابتدع او ابتكر طرق جديدة للتعبير عن فنه اما النموذج الناجح الاخر هو نموذج حب العمل التطوعي وقرر ان هو يكون يعني ايد بتقدم خير لكل الناس ازاي ممكن يقدم اعمال تطوعية وازاي ممكن يحس باسعادة من خلال اسعادة الغيرة بالتأكيد نموذجين ناجحين من الشباب هنتعرف عليهم اكتر بعد الفاصل وهنخرج بعد الفاصل كمان تقرير فتابعونا رجعنا لكم عزيزي شباب وزاي ما قلنا نموذج الناجحة معنا النهاردة اللي هنرحب بيها نموذج فني ونموذج بيعشق العمل التطوعي يعني طبعا هنتعرف عليهم اكتر فارس زكريا فنان تشكيلي اهلا بك يا فارس معنا كمان محمد جمال مؤسس مبادرة معان للخير معان للخير دي المبادرة اللي انت اطلقتها من اجل العمل التطوعي او نوع من الانواع العمل التطوعي لتحقيق ايه الرخاء لبعض الناس صح؟ طبعا جميل جدا الاول هنبتجي بالفان التشكيلي وعايز اعرف الابداع اللي انت مقدونه النهاردة مختلف ان انت استعملت حاجات طبيعية اه بس طبعا الخضروات زي ما بيقولوا الخضروات اللي هو البرسيم والجزر والخيار والطراب طراب ده فكرة الاسسية اللي يعني الفكرة انها يسابت عليها طراب اوكي طراب ممكن ترسم بيه ويتحاول لدهب كمان لكن الخضروات ازاي بترسم بيه الخضروات يا الفكرة والله بدأت كانت رسمت الشيف بوراك اللي هو التركي حبيت ان انا هو العمل اللي بيعمله هو شيف حبيت ان انا رسم حاجة يعني تليه بيه في الشكل اللي بيعمله فرسمته بالخيار بالخيار اه كانت اول اللي رسمت بيتاكل بعد كده ولا لا عشان الحاجة بيتغلي واتاني حاجة كانت للكبير في المساسب بتاعه كان موقرة بتاع جزار يعني انت شاركت في اعمال درامية من خلال اعمالك الفنية لا انا برسمها ولا انت بتوحي اللي تتعليه اه انت بتستوحي افكار من خلال اعمال الدرامية ايمن انا عندي يا رسم انتها من ما كنت جزر وطمع جحش فاصمته بالجزر طب احنا عايزين نشوف بس الاول هنكلم عن يعني المبادرة اللي هي بعنوان معن للخير اه الفكرة جات لك امتى وازاي الفكرة يا فندم جات لي من ثلاث سنين تقريبا اه فعادينا انا وصحابي عادي فالموضوع انت خريج ايه لاول ايه خريج ايه انا دبلوم صناع دبلوم صناعية اشتغلت ولا لا لا شغال في شركة البريد يعني انت اشتغلت اول ما اتخرجت لا بعدها بفترة بعدها بفترة يعني تقديت بالعمل التطوعي اللي ابتديت بالشغل لا العمل التطوعي من بدري تعرف ان العمل التطوعي يعني هو خير بنقدمه للناس وحاجة بنعملها للدنيا وللاخرى لكن كمان هو بيساعد على تنمية المهارات وان انت تجد عمل طبعا صح لا استغلاله كعمل حاجة واستغلاله ان انا مستهدف معينة من المجتمع عندنا انا فاهمة بس هو بيفتح لك مجالات ان انت ممكن تشتغل كمان اه طبعا ده بالنسبة للناس اللي ممكن يكونوا مش عارفين ايمة العمل التطوعي يعني ايمته بتعود مش بس على اللي محتاجين هذا العمل بتعود على الشخص وينفع نفع تام على مؤسس الحاجة دي وزمين انه ممكن ما يبقاش قصد ده لكن ده بيبقى نوع من جزاء من ربنا حصل ربنا كاربنا في كل حاجة طيب الفكرة جات لك ازاي الفكرة جات لازاي عادينا نو صحابنا والله فقعد كده عادي ولتولهم طيب يا جدعان اللي عنده هدوم زيادة اللي عنده حاجة يجيبها لي فالموضوع ماشى كده في اطار اللي هو عشرين حتة تلاتين حتة كده يعني عادي اخير ما لبس يعني مستعملة قبل كده متوسطة يفون يا جديدة يعني ما بابلش اللي مقطعها او قديمة لا ما ينفعش خالص بيترمي فالموضوع بتده يتطور معايا واحدة بواحدة فاللي قلت ليه مثلا اللي ما طورش احنا العادي طبعا بتاعنا اي حد بتدي لانت الهدوم من غير ما تعمل لها كوالة عالية اللي هو غسيل مكوى تعقميها كل حاجة كل حاجة يعني انت اللي بيشوف حضرتك جديدة 100% فالموضوع عرضت على صحابي عندهم غاسل ربنا يكرمهم أسامة وأحمد الجماعة رحبوا جدا قالوا لي تحت عمرك فاي وعي طبعا بيعملوها تطوعا برا تطوعا غير ولا جنيه طيب التوزيع بقى هل بيروح لمستحقية فعلا اه طبعا احنا بنراع الحتة دي بس احنا بنصور شغلنا بس اللي هو الهدوم بس لكن بنصورش بتروح لمين او اي تفاصيل تانية بس هي بتروح لسيادنا الغلاب الهدف الرئيزي بتاعنا بتعرف ازاي او هل بتعرف منعرف ازاي عامل قاعدة قاعدة بيناتك كبيرة اه عندي لوحدك ولا اه مثلا تضامن الاجتماعي تعاون معاك او كتا لا اه ما بتعاونش منظمات مجتمع مدني مختلفة ما بتعاملش معايا حكومية بتاع تعمل مع منظمات مجتمع مدني لا تطوع مية في المية مية في المية احنا بس اجهود شخصي مجهود شخصي انا واصدقاء اه انا وزميدي جميل يعني مثلا ام عارفك بقى مين اللي عارف ومتأكد انه محتاج اه كله مثلا عارف محمد ماشي في موضوع اللبس طب يا محمد انا مثلا عندي جراني كذا 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 في السر برضو يعني بفضل الله يعني احنا بنوصل الحاجة لمستحقنها ويعني حتى لما بنيجي نوصل الحاجة مش بتعمل عشان تفتخر او تستعرض انت بتعمل وجل الله انا فكرتي اللي عايز توصل لكل محافظة وكل كرية في مصر كلها الفكرة بتاعته الهدوم سيف محمد خالص يعني او فريق محمد يعني انا عايز اوصل فكرة افقدش يبقى فيه حاجة تانية زي الاكل مثلا او كده الاكل والله هياخد تكلفة كبيرة واحنا التكلفة علينا احنا كمتطوعين انا وزميلي فالملابس بتبقى حاجات موجودة قريدي بس بتحافظ عليها بتوسع اه طبعا وفيه برضو علاج يعني الغير قادرين ادوية مثلا باللم برضو من بعدين ونجيب علاج فيه صيداليات متخصصة فيه المجينة بس ما منحبش نجيب اسام حاجة يعني اه لا مش هتقول اسماء لكن انت بتتعاون مع الصيداليات دي اه فيه دكاترة كده بيقولولي لو حاجة جات لك بعتلي مباشر يعني بس دي ما بتستعالك وانت متأكد ان هم بيوزعوا له مستحقية ايوه طبعا انا ببعت له فلان يعني مثلا الشخص ايوه ده تبع تبع لستوز محمد جمال بيديله ايوه بيديله الحاجة بتاعته ربنا يكرمك والله يا محمد ربنا يبرك يعني كمان هار جعتني للموهبة الفنية انا عايزك توريني بقى او تقولي يعني لوحتك شكلها ايه واستعملت فيها ايه استعملت فيه البرسيم ده او الخيار او كده البرسيم اولا انا عبر انا شايفنا فيه حاجات معروضة او ريدي ده تراب بس مسبت ده تراب او طب بتستعمل تراب خام ولا بتحط عليه تراب انا معي هاي هنا اوارجيني المرحلة اللي هو ده بقى التراب انه فيه نسبة ايه اي تراب ولا رامل ولا لا ما هو اللي اعايز بقى اغجل فكرة ايه للناس اللي اعلم اه اسمع لشه ده تراب ده هو التراب يعني التراب على الارض الزراعية هاي ايه طامية تقريبا اه طامية بس ده بيجي من الارض الزراعية بيجي من الارض الزراعية ايه انا بيستوى كل حاجة من الارض يعني الحاجات ملهاش يعني ايه بنحول الحاجة الفن انا دراستك ايه انا دراست د enforce بعض زيب لهم صنوية اهل ددست حاجة شبيهة بالكلام ده اه خالص ولا خيطة كورسة حتى. اشتغلت ولا لست? لأ شغال. شغال. لكن برغم كده انت حابب ان انت. دي يعني بتكون جنب الشغل او. تمام. طيب كمل لي بقى. ده الطمي ده او الارض. ده بيجي ده بيجي الارض هي كتعة تهيه كتعة الطين. تمام. هو الطين. وده بقى نعمه على الشكل ده. اللي هو التراب ده. اه بتهريه زي ما يقوله. خليه زي بدرة كده. بابدأ بعد الجده بقى هرش بقى على جبه اللوحة او الورق ابيض. وابدأ اوش بيه. ايوه بس بتبقى حاطت حاجة عليها او لا? لا. يعني ورق ابيض صرف وبتحط عليه التراب. اه ما انا بمعظم انا عندي رسمات كترابزت مني وانا برسمها. انا ممكن فيها لسمة وانا برسم المصتركة جنبها. انا شايفها حاجاتها اه يعني المغرق زميلنا بيعرضها جميلة. دي بتاع البرسين دي. الاخضر ده برسين ميس حولك ولا الاخيار. لا دي برسين. دي العدرة صح? الموناليزة البرسين. الموناليزة اه الجيوكاندو ها وبعدين. دي برسين. اه جميلة ردلوحة جميلة وبعدين. طب انت عامل كله بالبرسين طب بتعمل ايه في البرسين بتطحانه ولا بتعمل ايه? لا بقص الورق بتاع بس بغضل الورق. وبعدين. بتلزقوه? لا ما بلزقوه. بحط انا لو في فيديو في فيديو كنت بغضل رسمها. اه. كنت ازاي اصلا الورق التراب او البرسين بيمسك في الورق. انا مش فاهمه بعد. لا او البرسين ما بسبتهوش يعني البرسين لوان لانه هو اخضر فمش هينفع يثبت. وليه عامل الجيوكاندو بالبرسين يعني لما ما فكرت اشتعملها بحاجة تاني. ما انا بقى. الموناليزة. بحاول اجيب افكار لكون مختلف عن الناس تاني يعني بحاول كل ما اجيب فكرة جديدة. اه. ما يكونش سبت على فكرة واحدة. بس ايه الفكرة اللي انا نثبت عليها هو طراب. اه الشيه اللي طيب. ده الشيه اللي طيب اللي ايه معانا هنا. دي منثبت. ربنا سطر عليها من درسين. عاملها بايه بقى? دي بالطراب. بالطراب. تمام. ايه تاني ايه عندك نمازك حلوة تانية جميلة. دي اللي بالجزر دي. الله. اه ده بالجزر. اه. هالبشر الجزر ولا هو الجزر نفس? لا بجيب مشرة او كتر. اه. وقطع بيه حتة تكتح كده. ويحطه ازاي في الورقة? بيحطه على الورقة عادي. بيحطة على الشراحة زي ما انا عايزها اول. من غير لازق ولا اي حيك? لا. وما بيقعش? لا. انا بعد كده واقع بوازر اسمات دي. لا انا ده لو عادي اثبته الحاجة يكون مجفافة الاول. اه. يعني او ده حاجة اه ديسة مش مجفافة. اه. فلو حاجة مجفافة اقدر اثبتها. تسبتها. لان ده لو سبتتها ما هو كده هيبوز بعد كده. مش هي. يعني انت بتعملها كده وتصورها وبعد كده خلاص ما بوازر لوحها. بوازر على طول. اه. يعني ما تقدرش تدخل بيه معارض بقى? اه. لأ ممكن حاجة زي بدي دي. امي استثنائية. عمات دي زي الله رايحة. دي هي الشاي والعصير. وحبة كده. الشاي والعصير? اه. في حدة في العصير البدرة فاتحة. اه. وحبة نسكافية برضو. اه. وفيه على الطرف كده. على الطرف كده من هنا. انا انا مش شايفك واس دي الام وشايلة البيت. الله. معنى جميل جدا. معنى جميل. اه. ودي خدت منك وقت قد ايه? دي حوالي ست ساعات بس مش متواصلين. ست ساعات مش متواصلين دي صورة ايه? اه. دي صورة الشيف براك. اه. عملوا بقى بالخيار والأساس اللي لا اسمها خيار بس حواليه كده القوطة والخيار وبنجال. اه. هي معبرة طبعا انا هو شاف. فهي الموضوع طيب. اه برضو كل ده بيبوز يعني مش ثابت. ده بيبوز. طب لو انت حبيت تدخل المعارض بده هتعمل ايه? يعني هتثبتو بقى ولا هتعمل? المرحلة دي. هنان ترك? اه. دي كتا بالطراب. اه. بالطراب. مثبتها زي ده كل ده كل عندي مثبت البيت. بس اللوحات جميلة جدا. يعني افصار ان اللوحة دي بعد شوية يعني عملها كده وتصورها وبعد كده تشلها. لا لا دي تراب كده ما بزتش يعني زي ده. طب يثبت ازي ده كده? طب بتثبت ازي? اه عامل انا عامل مادة بسبت بيها. انا سألتك ازا حد. انت اللي عاملها? اه. طب والله يا رب عليك. حاولت ان انا اعرف منها اكتر من حد. مدفع رمضان. صح? اه. ده بوز ده حطيت فيه صاروخ والصاروخ لما ضرب جيم بوز اللي راسمه كلها انا طراب اصلا. اه. عشان كده. ومجرد ان انت تحط فيها صاروخ وتبقى. انا حبيت ان انا اقول يعني اخليك مدفع حقيقا. مدفع بجيء. اه. وحطيت في صاروخ وولحت الصاروخ. الصاروخ هو المضارب. انت عارف يا فارس انا حاسة ان انت عندك موهابة كبيرة جدا بس لم تكتمل. يعني انا حاسة ان انت يعني من كل شديد دي محاولات. يعني الطيران ابتدى بمحاولات على على فترات لغاية ما فعلا طلع الطيران. اكيد. ويمكن كان فيه ضحايا بس انت ان شاء الله مش هلا فيه ضحايا ولا حاجة. انت دي محاولات لكن انا وصفة ان ايه بعد كده هتنتج آآ رسومات سابتة هتعمل بيها معارض. لا ان شاء الله. وعالماتنا على الموضوع ده الفكرة اننا ماكنش يعني مش مش ده شغلي الاساسي او دي الحاجة الاساسية اللي انا منتمي بيها. يعني انا ده حاجة بالشغل. فمش مهتم برضو اللي هو للدرجة بالنسبة مية في المية. لا عايزك تهتمل للدرجة وهنرجع نتكلم عن العمل التطوائي بس احنا حابين نخرج نشوف تقرير عن العمل التطوائي ونعود مرة اخرى نستكمل حوارنا مع ديوفنا داخل الستوديو. ربنا بيجزل بنيانة مرة حسب العمل يعني الجزاء من جنس العمل. لما انا عمل كده مع حد اكيد ربنا هيوقف لي في يوم حد يقف جنبي لما انا كون محتاجة للحاجة دي مثلا. ربنا ما يحطونا يعني في اي موقف يخلينا محتاجين مساعدات او كده. بس الناس دلوقتي فعلا محتاجة. محتاجة ان حد يقف جنبا يحس بيها يساعدها يديهم اللي يقدر عليه. ممكن نقدم واجبات للناس الفقرة بطاطين اي حاجة في العمل التطوعي. لو هيدهنوا مثلا سقفة بيوت يكملوا بيوت صغيرة بيوت فقيرة. بس اهم حاجة يبقى في العمل التطوعي يقدموا اي حاجة خير. احنا يعني نتمنى الشباب تعمل كده تقدم اي حاجة خير في العمل التطوعي. مهم جدا للشباب انه هما لازم يشاركوا في العمل التطوعي. ولازم دايما يكون في مبادرات منهم. يعني في اعمال خيرية كتير. مفروض ان احنا نقوم بيها ونعمل بيها. وده واجب عنينا احنا كشباب ان احنا نقوم بالعمل ده. المفروض ان كل الشباب تبادر بالتعامل مع العمل التطوعي في بناء الخير. للناس يبنوا اشجار. يساعدوا المحتاجين. يروحوا كرة يساعدوا الناس اللي هناك الفقرة. يدخلوا ماء للناس المحتاجة. يبنوا المساجد. يشوفوا الناس اللي محتاجة التعليم. ومش قادرين ان هما يتعلموا عيالهم يساعدوه. رجعنا مرة اخرى لستوديو شباب على الهواء. وشفنا اهمية العمل التطوعي للشباب. اكيد العمل التطوعي مهم المجتمع كله. لكن كمان هو بيعود بالفائدة على الشباب للدرجة كبيرة. وده اللي هنعرفه من خلال استكمال حوارنا مع محمد جمال. محمد انت قلت لي الفكرة جات ازاي وكده. بس انا عايز اعرف ايه الانشطة بقال انتو فعلا قدمتوها مؤخرا. مؤخرا حضرتك انا كل يعني كل فترة بنعمل حاجة جديدة. يعني مسلا موضوع الدواء ما كنتش. انتو كم واحد الاول? ايه? كم واحد? يعني المشاركين? المشاركين. انت واصدقائك. انا واصدقائك. اه. وبتقوموا بكل الانشطة. ده بخلاق برضو الاهل البلد كلهم واسد زيتي. والفضل طبعا سبحانه. انت بلدك ايه? اه مركز در مواسمح فسط المانيا. جميل جدا. والفضل طبعا للحاج جمال والدي. اه. 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 منشاد الدعميل ليه واهل عمتا. تمام. اه. واحمد اخوية وكلهم يعني. حلو. يعني الاسرة كمان. اه الاسرة كله بيشتغل معي. محدش بيوعد. كله لازم يشتغل. جميل. طب اخر الانشطة اللي قمت بيها بقى. اخر الانشطة الحمد لله فضل الله قبل ما جب يومين اه عملت اه ربنا كرمنا بربعمية وخمسين قطعة. اه. اتعملوا واتوزعوا. اه. سيادنا الغلابة برضو على حسب القاعدة اللي احنا عاملينها. ربعمية وخمسين قطعة. ربعمية وخمسين قطعة. ده العادي بتاعنا الحمد لله. ده في دخلة الشتة بقى. اه. اه. ايوة. اه. بطلق علم وبدرة كسي بتشتة. جميل جدا. اه. وكان فيه بطاطين او كده ولا هي بس الملابس. كان فيه بطاطين بس ما استورتش. اه. يعني جات كده بتروح لصحابه. مش مهم يعني هو المهم ان فعلا انتو يعني اه. في دخلة الشتة بتحاول ان انتو تساعدوا اكبر كم. ده هو ده الحلمي. حلمي ان انا فكرتي توصل بالتطوير كل شوية تطوير. يعني قبل الكورونا كنت عامل اه. فكرة تخفضة صعور. دخل فيها خمسة وخمسين محل. يعني بخش على صاحب مثلا عنده هدوم فتح اي منتجات. بقوله شوف انت تقدر تخفض لكام. من النسبة بتاعتك في المحل. عشان كله ايه. تستفيد مرضو فيه ناس غالبا ما بتقدرش اشتري الحاجة. يعني لما لقي تلاتين في المية اربعين في المية خاص بتبقى كويسة يعني. اه انا شايفة الانشطة اهي. يعني اه ما شاء الله فيه جهد. اه حضرتك. طبعا. وبعدين معنا كلامك كده ان انت مش بس بتعتمد على الملابس المستعملة من قبل. وبخلاف. لأ انت بتعمل لهم تخفيضات كمان. وفيه برضو مفاجأة لحضرتك في معمل تحليل بتاع دكتور صديقي. دخل معي باربعين في المية تخفيض لسيادنا الغلابة برضو. جميل جدا. لأسيادنا الغلابة. يعني كلمة آآ بتمس القلب. ان قدقيه هما بيحترموا وبيقدروا. طبعا. وان فعلا ده واجب المجتمع آآ ان هو يقف بجانب من يحتاج آآ آآ يعني معونة ويحتاج اي مساعدة. لان احنا مجتمع واحد نسيج واحد فاحنا هو ده حقوم علينا. لازم بفيه تكامل نكمل بعض. تمام. وهي يعني آآ سيادنا غريبة جاية من منطلقات كتيرة. ان هو ما بيطلبش منك حاجة. آآ تعرفهم من عزة انفسهم. طبعا. لا يسألون الناس اكحافة. طبعا. طبعا. عظيم. وبرضو ده حكت الرضا بتاعتهم كده دي بالدنيا كلها. يعني فيه اطفال وفيه حاجات كتيرة. فيه اطفال بالزبط. وعملنا حضرتك برضو آآ جبنا للاطفال. مش هذكر يا سامحة. يعني عملنا ستين آآ لانش بوكس. وازازة مية. وفي كس ميل كده اصدنا برضو كده التصميم كله. اتوزعت على الاطفال. من بداية حضانة لأولى لتانية. انا لفت نظري جدا يا محمد. ودي حاجة انا بقدرها مقدرها فيك جدا. ان انت بتحاول تحافظ على سرية يعني هؤلاء الاشخاص اللي فعلا يستحقوا ان احنا نقف جنبهم. مش زي البعض ان هو لما بيعمل وبيحاول يصورهم ويقولوا احنا عملنا ومش عملنا. لا انت بتعمل فعلا لوجه الله. يعني زي ما بيقول ايدك اليمين ما تشوفش ايدك الشمال على العكس. طبعا. وده هدفي حضرتك من. وده رسالة الاسلام فعلا يعني. طبعا. مم. دي حقيقة. يعني هو فضل الله والله ربنا كريمنا يا دكتورة في كل حاجة يعني. فانا كاف شغلي عمل كنترول ما بين شغلي ما بين الحاجة دي. وكل شوية يعني مثلا برضو في دخلة المدارس عملت آآ مداء للاطفال برضو. زي. طب انا سمعك بقول الاطفال هل فيه فئات مستهدفة اخرى ولا هما الاسر كل كل. لا برضو الاسر اللي في المدارس بتوصل مع حد في المدرسة كده بس في سرية تامة فلان وفلان وفلان يعني مثلا بتبقى حالتهم كده. الحاجة بتروح بريفكت يعني اللي هي جديدة. وفي برضو حاجات جديدة بالكامل راحت بفضل الله وبحب اشكر كل الناس. مش عايز انسى حد دكتورة والله انا محدش بيأثر معايا في حاجة. يعني من اما اقول اي حاجة بلاقي شكرا لصالهم من الله فعلا الحمد لله ان هما يعني اكيد ربنا بيجازي كل واحد بيساهم في مبادرات بالمنظر تاك. اه طبعا يعني النفس اتمنى ان المبادرة تشمل جمهورية كلها وكل مستحق. طموحك ايه للمستقبل? هل نفسك ان ده يبقى اكل? نفسك ان ده يبقى في التعليم? كتب? اهو فيه حاجات كتير قوي. لا الاكل يا دكتورة بيخلص مرة وبيخلص. طب الكتب. لا الكتب ببضى حسب المرحلة. اه. بتعمل ده? حد طلب مني حاجة يعني مثلا مش قادر يجيبها. يعني انت دلوقتي تطرقت للأدوية وتطرقت للملابس وكسرت الشر. كل حاجة دكتورة الحمد لله. اه. انا ممكن انا ما اخدمكيش بس اهوصلت بحد يعني ينفذ اللي انت عايزاه. بس تكون يعني ايه. قضاء حوائج الناس. يعني ربنا يجعلنا من من القادرين وبرضو الشكر لله سبحانه وتعالى. اه. ده مش بيعتلك عن شغلك? لا. انا عمل كنترول. ازاي بمعنى ايه? يعني مثلا شغلي في الوقت مثلا تمانية الصبح لحد تلاتة. حلو الكلام. بخلص شغلي تماما ما سيبش حاجة ورهوية. كده بقى افضل ايه يعني عمل اجندة للشغل والمجادرة بتاعتي. تمام. حلو الكلام. يعني منظم وقتك. اه. خلصت الشغل يبقى اخش في ايه في المبادرة بتاعتي. جميل جدا. يعني والجنيد المكهولة. اسامة ابو الدهب. احمد عب حكيم. اه. احماد ده. اه. هم دول اصحاب المغاسل اللي متبرعين معي بشكل كامل. اه. وعندنا فهو الصغير اصدر عضو. حتى الطفل برضو مشغل. ازاي بتشغل ايه. بيكيس معنا. بيكيس معكم. اه. يعني روح رائعة بصراحة يعني. بخلاف يعني تم الدعوات اللي بتاخدوها من من الناس اللي انتو بتحترموه وبتقدروهم وبتساعدوهم اكيد يعني. ما هو الله الدعوات هي اللي بتوصلنا يا وفي حياتها عمومة يعني دعوات الناس دي ربنا كرمني الحمد لله بكل حاجة. يعني اه. موضوع ان انا مسلا لما بتعمل الحاجة دي وتشوف بتصمت الرضع. انا ده وقت نصلكم مع بعض بقى يعمل معرض فن تشكيلي ويوهب العائد بتاعه برضو. ما انا هنصك مع فارس مسلا فيه اطفال او اسرة مسلا يعني فارس ممكن صورة كده بسيطة او حاجة جميلة يفرحوا بيها. تفرحهم. تفرحهم. ان شاء الله. يعني اه هرجع لك تاني يا فارس اه يعني انا شايف المصحف الكريم يعني ما شاء الله عامله بطريقة جميلة جدا. ده المصحف انتها? اه وريني بقى. ده عامله بايه بقى? دي الوان دي الوان خشب بعدها. ده حينطق. يعني اكنه مصحف فعلا هنقرى في دوان. ما عدية منتامي شواء المجسمات السري دي. المسومات السري دي. ستري ديمانشنز. اه. الثلاثي الابعاد. الثلاثي الابعاد. عامله ازاي? ده رسمه عادي بالالوان وابس. انت درست الحاجات دي يعني اقصد مسلا دخلت على النت خدت كورس الزت. اه لا. انا في البداية خالص في البداية خالص وكنت اشوف حاجات على اليوتيوب بس. حاجات على اليوتيوب بس. ما عملتش منها حاجة برضو. اه. ما كانش جاي الفكرة معي. طب عامله ده اخد منك وقت قدي. ده اخد مني وحوالي يومي بس مش مش ومن رسم يعني يعني انا ممكن هو وقته كله بتحوالي اربع ساعات. اربع ساعات. اه. اه. وايه الخاميات اللي استعملتها فيها? الخاميات هي الوان فابكاست الخشب. انا شوفي حتى المذهب بتاع قلبة الصفحة. يعني فانا والله هينطر. ما شاء الله. والله السريدي بيحتمد على الزل. اما حاجة. انت لازم تعمل معرض. ما عملتش معرض لغاية دلوقتي. طيب ايه معاك تاني ممكن توريه. معايا تاني. دي. دي رسمة كاكت. اه. 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 دي برضو حاجة السريدي. اه. رائع. وفي حاجة تاني. انا انا على يعني زي ما انا فهمة الحاجات دي بتاخدش منك وقت. يعني الرسمة دي جميلة لو خ دي. انا ممكن في الدرجة البشرة دي. ممكن يعني دي بقضى حداشر لون. اول اللي هشوفها انا مش شايفة انا دقضى حداشر لون. ام. انت تعرف ان دي مندفع افضر برضو. ام. عشان طلع درجة البشرة بتاعتها. سبحان الله. دي كت الدكتورة الهان فاضلي كت افضل العلمة فزيئية في عام الفين عشرين. ام. دي من بنسوف من ام. انا كمان يا دولي على ثقافتك ان انت متابع الحركة العلمية والادبية يعني. او ما يعني. او ما يعني. او بتعبر عن دفنك يا بانيك او مرسل زي دي يعني بحب بشجحهم بحاجة 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 مميزة. ان شاء الله انتها تبقى زيهم في مجال الفن التشكيل. وكان فيه حد تاني برضو. او ده كان بشمار التس محمودي الكومي. او مخترع. او. اه. ده مخترع. كان عمل روبط بيكسف الهورة خليه ميا. او جميل جيد. هما هم دول شباب مصر اللي دايما هنشوف منهم كل جديد. المبدعين والتكرين اللي ما بيسافروا برا بيبقوا معلماء. احنا عايزينهم معلماء جوا مصر. اا يعني هل فكرت في تنمية مواهب الأطفال للأسر المحتاجة تنمية قدرات ممكن منهم المخترعين ومنهم الفنانين طبعا أنا عامل الحاجة دي أنشأته جروب اسمه شباب در مواهب اسمع للخير باسم البضرة بتاعتي ده هدفه وعملته لدعم أي نموذج ناجح أو أي طفل أو أي حاجة تستحق نحن ندعمها وبرضه فيه باج شخصات مصرية مؤسرة مؤسسين أنا وصديق الفصل سعد ده برضه لدعم المواهب عليه 80 ألف متابع ده برضه الاتنين موجههم للعمل لأن نحن ندعم الشباب وندعم أي حد يستحق الدعم مننا يا بشكرك جدا على دعم الشباب زي ما احنا كمان عايزين ندعم الشباب كلمة أخيرة لكل شاب شايف في نفسه مواهبة بس لم يكتشفها حتى الآن نا وكل واحد شايف في نفسه حاجة يعني مثلا يفرغها جنب شغله ويعني مثلا فيه ناس بتشتغل ويعندهش وقت فراغي أنه تمارس هويته الحاجة دي لأ أنت لو ساعة مثلا في اليوم هتمارس بقى هويتك هتطور فاعله طول بشكرك جدا بشكرك جدا وربنا يجزيك كل خير وبشكرك جدا على اكتشاف مواهبتك وفي نهاية حلقتنا بقول يعني شبابنا شباب واعد جوال كثير من المواهب والقدرات محتاجين اللي يساعدهم على اكتشاف هذه المواهب والقدرات وهم قادرين حتى من جير مساعدة لكن بالتأكيد لو سندناهم وكل الأجهزة سندتهم هيبقى عندنا شباب جميل ينامي مصر كما تستحق أن تكون وكما كانت في الماضي كنا معكم مشباب على الهوى إلى اللقاء وحلقة جديدة وفريق اعمال جديد